السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. منذ ايام كان فيه اخبار عن انحصار نهر دجلة عن مدينة اسرية في العراق. وكتير ناس اتكلمت ان تحقق حديث الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهو انحصار نهر عن جبل من الزهب. وان دي تحقق علامة من علامات الساعة. طيب حقيقة الكلام ده ايه? ده اللي هنعرفه دلوقتي. خلوه نقرأ الاول الخبر. اكتشاف مدينة اسرية بشمال العراق. في محافظة دهوج باقليم كردستان. وذلك اسر انخفاض منصوب نهر دجلة. وذلك عن طريق بعثة اسرية عراقية. تعمل بالاشراك مع بعثة المانية في هذا المكان منذ حوالي ثلاث سنوات. ويعتقد ان اطلال هذه المدينة تعود العصر الميتاني اي قبل عام الف واربعمائة قبل الميلاد. يعني من تلات تلاف وربعمائة سنة تقريبا. وقد ظهرت هذه المدينة بسبب الجفاف الشديدة الذي تعاني منه العراق. وذكرت التقارير الصحفية ان الفريق البحسي وجدت خمسة اواني خزافية تحتوي على ارشيف لاكسر من ميت لوح مسماري يعود تاريخها للفترة الاشورية الوسطى. وقد ربط البعض هذا الكشف الاسري بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبرت كتحقيق العلامة من علامات الساعة. فهل? فهل ده حقيقي او لا? طيب ما تيجوا الاول نقرأ حديث رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ونشوف ونقارن بالحدث اللي احنا مرنا به. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا تقوم الساعة حتى يحسر الفراط عن جبل من زهب يقتطل الناس عليه. فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون. ويقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال. لا يزال الناس مختلفة عنكم في طلب الدنيا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يشك ان يحسر الفراط عن جبل من زهب. فاذا سمع به الناس صاروا اليه. فيقول من عنده. لان تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال فيقتطلون عليه. فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون. طيب هنا الحديث واضح. بيقول ايه? لتقوم الساعة حتى يحسر الفراط عن جبل من زهب. طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم حدسنا عن الفراط. طيب الخبر اللي احنا دي الساقرينه من شوية بيتكلم عن اكتشاف مدينة اسر انحصار نهر دجلة. طيب. يعني الكلام واضح يعني ده. غير ده. طيب. هل وجدوا جبل من زهب? ما حصلش. هل اقتطل الناس? وحصل فتنة عظيمة? وحروب على الذهب ده? برضو ما حصلش. ليه بقى كل الكلام الداير? ان تحقق حديث رسول الله? آآ قيام الساعة? اقتراب ظهور الامام المهدي? ليه دايما بيقتارن اي حدث بسيط? نلاقي الناس بتتكلم في سكة تانية خالص وبيهولوا الامور وبيتكلموا ان خلاص الساعة هتقوم بكرة. او ان الامام المهدي هيظهر بكرة. بصراحة شيء عجيب وشيء ملوش اي آآ لزوم. احنا المفروض بننقل الواقع وبننقل الحقيقة. ايه الفايدة ان احنا نهول الامور ونقول ان الايامة هتقوم خلاص وان اتحقق حديث رسول الله? لا. دلوقتي احنا هو خبر عادي زي اي خبر اكتشاف مدينة اسرية في نهر دجلة. تمام? والله اعلم يعني ما فيش حد هيقدر يقول لا اصل يوم القيامة ده اه بعد كزا سنة اه ظهور الامام المهدي بعد كزا سنة واقدر هو حط توقيتات لكل حدث لا. الحديث واضح لا تقوم الساعة حتى يحسر الفراط عن جبل من زهب. يقتل عليه الناس فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون. وما فيش اي حاجة من دي حصلت خالص. يبقى احنا ليه بنتكلم اصلا? وليه نقول ان تحقق الحديث لا. الحديث لم يتحقق الى الان. لان الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بحصر الفراط. ولم يقول انحصار نهر بالعراق مثلا. ولم يقول انحصار نهر دجلة. لا. حتى يحسر الفراط عن جبل من زهب. يعني نهر الفراط هينحصر. وهيظهر جبل من زهب. كما قال الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهيقتل الناس عليه. وهيقتل من كل مئة تسعة وتسعون. طبعا كل ده لم يحدث. واذا حدث هيكون مرأة العين وكل الناس هتحس بيه كل الناس هتشوف. وهتبقى فتنة عظيمة. مش هيبقى مجرد خبر. هتبقى حرب. معنى انه هيتقتل من كل مئة تسعة وتسعين هتكون حرب عظيمة على المكان ده. هتبقى فتنة كبيرة جدا. نسأل الله ان يعفينا مثل هذه الفتن. فاريت اه الناس تتقنى. والناس تقرى كويس. اه تشوف الخبر وتقرنوا بالحديث. اه ما نسمعش وخلاص. بس. ارجو ان اكون فتكم اه بالفيديو ده. ولو مش مشترك في القناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرز. وتشجعنا بلايك. وانشوفكم على خير بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة